بعد اتمام كل المراحل التقنية واستراد المادة الأولية وكذا التحليل البيولوجية والبيكترولوجية الجزائر تشرع فعليا في إنتاج اللقاح المضاد لكورونا شهر أكتوبر القادم بأزيد من خمسة ملايين جرعاء شهريا منذ عدة أشهر والمراحل التقنية راهية في طريق الإنجاز في 27 أود استوردت صيدال المادة الأولية وراهي حاليا في التحليل البيولوجية والبكترولوجية ودفعة التحقق لفالود فاليداسيون يكون إن شاء الله في 29 سبتمبر تعالى هذا الشهر هذا والإنتاج يدخل في شهر أكتوبر نبدأه تدريجيا مليون وثلاثمائة ألف جرعة بعد نتنقله في نوفمبر إلى زج ملايين وفي ديسمبر إلى ثلاث ملايين وإن شاء الله في جامبي 2022 نكون في إنتاج خمس ملايين جرعة موجستيان الجزائر جاهزة حتى لتصدير كورونوفاك لعدة دول حسب العقد المبرم بين شركة صيدال والمخابر الصينية العقد لأبرمة بين الجزائر بين صيدال والصينيين كالنقطة وين الجزائر تقدر تصدر بعض من الإنتاج تحت صدروا البودان الجوار أو البودان الإفريقية هذا هو الهدف وهذه موش كل البلدان لعندهم الكفاءات باش ينجوا خطة تاريخية تضمن مخابر الجزائر من خلالها السيادة الصحية والاستقلالية في إنتاج اللقاح وكذا تلبيت حاجيات برامج التلقيح للحد من انتشار وباء كورونا موسيقى